اشتركوا في القناة 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 وقفوا لي وقتها جريدة البديل في عام تسعين عيطت لي للمركز أدينهج بن خلدون أنا جيت خارج قام الباحث قال لي بلغ لي للواحد أسمع قال المرة ذي رأي ست شهر والله هي ثلاث شهر حسبت روحي نتبوهن خوته مش عنا قضاء قال لي ثومك شفاهم نحن نحكمه هاي أمشيت يا للا للمحكم هاتوا نسميهولك لأول مرة مش نسميه القاضي عمر فاروق الغريب الدائرة الدائرة ست قلت له سيدة رئيس طالب منك حواجه رأوا فلان فلاني تفرقت الرشاد قال لي المرة ذي هذي ثلاث شهر وقلت وطالب منك حواجه واحد زيد نهار ونقص نهار بش ظهر قضاء مستقل وقلت له اشتبري برأني لا لا قلت له هول شهرين 29 يوم وقلت ثلاث شهر ونهار خزر منه وخزر منه وضحكوا وقال ثلاث شهر هذا قضاء التعليمات وبعد تلقي في الجنائي محرز الهمامي تلقي ثم دوائر دي كل وار توليت وبعد ما قاعة تدمير انت على المسل أعلى القضاء وكل قوضات اللي وقاعة منها طردهم فيهم 45 واحد ما ثم حتى دليل عليهم انت عفاساد ولا حاجة كيما هكا كيفش تحبيه القضاء عندك حاكم واحد كما قال له قاية سعيد هالفلوس والأخسارات أعمل كيس سلطانك بل ولا كي من البيت بل أقعد كون نهار جمعة ونهار خميس وعاية حكمنا عليك بكذا حكمنا عليك بكذا ونحن ماشيين معناها حتى قارينة الباراءة قارينة الباراءة ما حادش موجودة في البلاد هذه أش عملنا توجيه مليح في الناس اللي أجرمت في حق هذه البلاد من سياسيين ونعرفه الناس الكل إنه فما ناس أجرمت كيفاش نحاسبه؟ هدايا في وضع جديد في وضع آخر جديد وضع تكون ديمقراطية حقها فهمني ما هوش ما معان نظام قيس سعيد ولا بنظام قيس سعيد ووقتها بالحق نحن من أشد المدافعين على قضاء مستقل ونظيف والنقل الجانب الثاني القوانين راننا ما زلنا يشت القوانين تاع فرنسا وتسمح لك باش تزجزج وتعمل مناخ سياسي سليم وحتى التور وموقفنا واضح ما ثماش واحد فوق راس وريشة في تونس فما شكون فوق راس وريشة نحكي موقفنا نحنا أما اليوم ثم برشة فوق روس هم بريش كيف ما؟ كنت نحكي لك تبلنا بدون سجلو هن بعض نساء وبعض رجال اللي يتكلموا باسم الدولة لن يبعهم يتكلم لبحث بداية يتكلم وهما فلان مش يتشد بعد ساعتين فلان مش يتشد غدوة فلان رووا متهمب كذا فلان رووا في الدوسين تاعوا كذا وأبحاث جاعدة تخرج في اللحظة هذا متولى تسميهم صحفيين تسميهم محامين إذن ما يحترموش أدن شبه مذا ما ما يتباحهم حتى حد هذاك عليش نقول لك المناخ اليوم لخلق قيس سعيد هذا حكم فردي مطلق كيف مقبن عليه زادة؟ ما هو شيء مناخ الي يسمح بمحاسبة حقيقية ويسمح بتغيير مناخ كامل اللي مش مكونش فيها فمتي منها فساد القوانية الراهية شيء منعجب أنت شوفي في الجيباية بركة كيفاش تحبي مسيرش فساد في الجيباية ظهرينا عنا أكثر من عشرين قانون كيفاش تحبي مسيرش تم فساد أنت لورائق لورائق بيش تعملي مشروع البنك العالمي مشروع كبير يقول كيز من ثلاث سنين وانتي مقش من إدارة لإدارة من إدارة لإدارة من إدارة لإدارة خموها ذاك اروا المناخ اليخلق فمتي منها الفساد إذن تم تغيير انتع نظام فم تغيير انتع منظومة نحن ماشينا مع الاتحاد العام تونسي شو لنخرجوا معاهم شا دعموه تعرف عليش خنكون واضح معاك حماية حتى لرواحنا وحماية للشعب التونسي لأنه ضرب الاتحاد العام تونسي بقطع نظر شكون في قياد وراه بقطع نظر تنجب يتغتل في معاك تنجب تنقدو هو فرض الصمت القبور على المجتمع التونسي وانا عشتها وراه كان دي ما هيك عام 65 حبيب عشور عملوه دخلوه الحبس خذر يحبوا يتخلصوا منه سياسين عملوه قضية عنده بطاح ولا عنده فلوكة ولا عنده شنوه اه ما عندهاش بقى ما عندهاش رخصة اما عندهاش تأمين بعد في 78 خمية تأمر الأمن الدولة زاد اسمع وسلاح تاريس سلاحة شنوه ثم نقابيين في ميغرين السوف وميكا يعملو كل كورنت على الحديد هذك مجابوه محطوه في المحكمة هذك سلاح عام 85 وقت يحبوا يفرضوا الباس برنامج الاصلاح الهيكلي ما هو بنعليه بالبوليس فرغ الاتحاد من الشمال للجنوب فهمني اذن هذك عليش ضرب الاتحاد عندك ما هوش قابل قيس عيد به عنده أنه كن عنده وزن سياسي ما هوش قابل به كذلك لأنه من الجمش يمرر إجراءات التقشفية هذية واتحاد قوي أرجعي لتاتشر تاتشر دمرت النقابات البريطانية بشتعمل برانيولي 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 متوحشة ريجن فهمني كذلك بينوشي وغيرهم ما تنجمش تمرر كيمليون أسعار لاهبة وانت تحبي تعملي رفع الدعم تزيد لاهبة أكثر بمليون بطال وانت تقول مش نوقف في الانتدابات مزيد البطالة هاي غلا مش تحكي على الوجور تجميد الوجور ونحن للأجر الأدنى 459 دينار و34 مليوم 460 دينار جيت نحسب فيهم 1 كيلو علوش الحم علوش وتقول الاتحاد المطلبية المشتت يا نقولك الاتحاد مش قيم واجب تحب ترفع الدعم أعمل أجر أدنى بمليون ومتين أعمل أجر أدنى بمليون ومتين وبره أرفع الدعم عليش على الخطرة الدعم كي عملوا الهدي نويرا في السبعينات رغمهوش العائلات المعوزة ريالية كذبة أجر تكميلي بالنظر لأن الأجور ضعيفة وهو يحب يجيب استثمارات أجنبية اجو يسيدي وخدام أجور معناها رخيصة برشة يد عامل رخيصة برشة أما تونا نحن الدولة نعم أجر تكميلي يقول لمهيش العائلات المعوزة مربوطة بين منظومة اقتصادية هات مليون ومتين مليون وثلاثميات أجر هدنوا بره